اشتركوا في القناة قناة كنز الحكايات والقصص قصتنا اليوم بعنوان قصة ابنته التاجر الذكية وسر الغولى الحكيمة وسر التاجر والكوخ قصتين خيالية من أرقى القصص أشكركم أحبائي على كل هذا الدعم الذي تقدموه لنا أعمل لك الفيديو اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله وذلك يسعدنا ويسعدنا كثيرا على تطوير القناة ضع السماعات واستمع يحكي أنه كان في قديم الزمان تاجر كبير وله من البنات بنت واحدة اسمها نرهان ربها لما ماتت أمها وكان يدللها ويحضر لها كل ما تشتهيه من لباس وحلي وذات يوم أراد التاجر أن يحج لبيت الله وتردد لكنه في الأخير قال في نفسه لقد تقدمت في السن ولا آمنوا على نفسي من المرض أو العجز وكما يقولون خير البر عاجله راح وحضر نفسه للسفر فانزعجت البنت وقالت له كيف تتركني يا أبي وحيدة وأنا ليس لي غيرك ولا أهل ولا أقارب يأتون إلينا أجابها التاجر لقد فكرت في هذا الأمر وملأت لك الدهليز بكل خير وكلمت أيضا أصدقائي من التجار ليرسلوا لك بناتهم وكل يوم ستأتيك بعضهن ليطبخنا معك ويسلينا وحدتك ما رأيكي راقت الفكرة لنرهان وهي تعرف بعض هؤلاء البنات وكثيرا ما جئنا مع أبائهن ولعبت معهن ولما حين موعد السفر ركب جمله وروح في سبيله مطمئن القلب فلقد وعده أصدقائه من تجاري السوق بالسهر على ابنته وإرسال بناتهم لتنضية اليوم معها أما هو فأخبرهم أنه سيدعو لهم في الكعبة ويحضر لهم بخور ولباس من مكة صارت البنات يجئن كل يوم في الصباح واحدة تلو الأخرى ويبقين حتى اليوم الموالية وكان في طرف الغابة بيت غريب يقال أن فيه غولة وإخوتها الثلاثة ولكن أهل القرية لم يروا أحدا منهم ومع ذلك فلا أحدا يجرؤ على الاقتراب منه وفي أحد الأيام كان ابن الغولة يلعب في الغابة فوجد كهفا يؤدي إلى سرداب طويل فأراد أن يعرف إلى أين يقود ومشى في الظلام وعينيه تتقدان كشعلة نار وفي النهاية وجد نفسه في بيت مؤونة عامر بالقمح والقديد والتين وكل ما تشتهيه العين فجلس وكل مرة يفتح الجرار ويأكل وكان جاد التاجر أبو نرهان قد حفر ذلك السرداب تحت الدار للهرب إذا حدث غزو أو ساءة الأحوال لكن مضى زمن طويل ولم يستعمله أحد بينما البنات يجلسنا وقد حل الحديث والسمر طلبت إحدهن من نرهان النزول إلى بيت المؤونة وإحضار لوز وشاي فأشعلت الفتاة شمعة ونزلت الدرج ثم أخذت ما تحتاجه من لوازم الصهرة وطلعت دون أن تحس بأن هناك من يراقبها في ذلك الظلم أما ابن الغولة فقال سأقتلها الليلة وتصير عشائي ولما بدأ الليل في النزول أصدر الغول صوتا مخيفا من بيت المؤونة وكسر الجرار فأصيبت البنات بالرعب وصارت كل واحدة منهن تجد عذرا لتخرج واحدة تقول أمي مريضة والأخرى تقول إنها يجب أن تطبخ عشاء إخوتها وتسللنا وراء بعضهن وفي الأخير بقيت نرهان لوحدها وقالت في نفسها سأنزل وأرى من أين تأتي هذه الأصوات فلعل قط الجيران قد دخل وأغلقت عليه الباب دون أن أدري لكن إن اقتربت من بيت المؤونة حتى خرج الغول على ظهره كيس قمح وقال لقد غيرت رأيي سأتركك تعيشين والآن أريدك أن ترحين هذا القمح وأنا سأشعل النار ثم نطبخ ونأكل معا لكن الفتاة عرفت أنه لن يتركها تخرج من الدور حية ولذلك فكرت في حيلة لكي تتخلص منه فقالت لقد تعودت النسوة أن يغنينا لما ترحين القمح قال الغول هيا غني لأرى هل صوتك جميل مثل وجهك أم لا كان للتاجر جارا اسمه أبو سلام قوي البدن فبدأت تغني بصوت مرتفع أصغي أبا سلام يا صاحب السيف الطويل الطير حبيس في القفص لم يعد سعيدا حياته الليلة خوف وقلبه عليل لم يفهم الغول مقصدها ورد بصوت أجش قولي لأبي سلام سيتحرك الحب في صدر الطير ويغني له الليل أشواقا وعشقا ومواويل وكان أبو سلام وامرأته ساهرين وحين سمع الرجل غناء نرهان تعجب وقال كأن الفتاة بها شيء وما كاد الغولة افتح فمه حتى أخذ الجار سيفه ووثبا من السقف على ابن الغولة وأطوح برأسه وكان يرتدي ثوبا من الفراء الغالي فأعطاه أبو سلام لنرهان وقال لها هذا ثمن ما أكله ابن الغولة من بيت المؤونة وما كسره من جرار ثم حملته الفتاة مع جارها وأركباه على حمار ووضع الرأس في زنبيل والجسد في زنبيل آخر وسار الرجل في الظلام وحين وصل إلى دار أمه الغولة ألقى ما في الزنبيلين أمام الباب وقال في نفسه هذا عقوب ولدك الذي انتهك حرمة جاري في غيابه وفي منتصف الليل لما رجعت الغولة وإخوتها اكتشفوا الولد ملقى على الأرض ورأسه مفصول عن جسده فصرخوا بصوت اهتزت له الغيبة وفزع منها البوم وخفى فيش الظلم ثم دفنوه في حفرة وأقسمت الغولة أن تجد الفاعل وتنصب رأسه على عود وحين سألها إخوتها إن كانت تقدر على اتباع الأثر حتى القرية أجابتهم ذلك ليس مؤكدا ولكن عندي فكرة أفضل فسوف نتنكر ونذهب كلنا لتلك القرية ونبحث عن شخص يرتدي ثوب الفراء الذي يحمله ابني فهو ثمين ولا يقدر القرويون على اكتساب مثله وصارت الغولة وإخوتها ينزلون كل يوم إلى القرية ويدورون في أسواقها وأزقتها ومضت الأيام ولم يظهر الثوب الفرو لأن التاجر أوصى ابنته نرهان بعدم الخروج وكانت البنات يأتينها كل يوم بما تستحقه من لحم أو سمك أو خضور وفي أحد الأيام شاهدت إحدهن واسمها جميلة ثوب الفرو فأعجبها ولما حان وقت العصر استلفته من نرهان وخرجت تتجول وهي مزهوة بنفسها لكن في الطريق رأتها الغولة فألقت عليها كيسا ثم رجعت بها إلى دارها وبعد قليل وصل إخوتها وعلقوها في غصن شجرة وضربوها وهي تصيح ثم قالت لها الغولة أخبريني لماذا قتلت ابني أيتها اللعينة أهي تكلمي لكن الفتاة ردت عليها والله لا أعرف شيئا مما تقولينه وفي النهاية توقفت الأغوال عن الضرب واقترب منها أحدهم وأمسكها من أذنها بشدة حتى كاد يقتلعها وقال لها وثوب الفرو من أين أتيت به أجابت الفتاة لقد استلفته من عند نورهان ابنتي التيجر لا شك إنكم ستجدون عندها الجواب فدارهم من أكبر دياري القرية وأبوها ثري وهو الآن في الحج سألتها الغولة بلهفة وماذا تعرفين أيضا عنها قول لي كل شيء وسأتركك في حالك ردت جميلة وقالت نورهان ابنتي التيجر فتاة جميلة وكل من يراها من الفتيان يعشقها وأنا أكرهها بسبب ذلك ولا شك أن ابنك لاقوها وعوضا أن يأكلها أعجبه جمالها فكانت نهايته وكانت الغولة مطرقة برأسها وهي تستمع ثم قالت سنعطيك هدايا كثيرة إذا فتحت لنا باب داري نورهان وساعتنا في التخلص منها ثم رمت لها صندوقا صغيرا من الجواهر لمعت عين الفتاة من شدة الطمع وهي تقلب ما في الصندوق ثم أومأت برأسها موافقة وقالت إذن موعدنا الليلة في البيت الفلانية وسأصرف كل البيت لكي لا يبقى معها سويا والآن اتركوني أذهب فلقد تأخرت كثيرا في العودة وحين ابتعدت قليلا أشهرت الغول لأحد إخوتها ليتبعها فهي لا تثق بالإنس ولا بعهودهم وستقتلها لما تنتهي مهمتها فهي تكره الطمعين وفي الماضي كانت عائلتها كبيرة وغدر بهم صياض بعدما رأى ما معهم من كنوز وخيرات في النهاية وصلت الفتاة إلى دار نرهان ودخلت وتأكد الغول أنها قالت الحقيقة وفي الليل جاءت الغول وإخوتها للدار فوجدوا الباب مفتوحا وحين دخلوا ورأوا بنتا جالسة وحدها فتشمموا أكبر الإخوة الهواء وقالا الأمر لا يعجوني وما كادوا يقتربون من البنت حتى اكتشفوا أنها دمية من القش فصوحوا لقد وقعنا في الفخ ومن السطح طلع عليهم الجيران ورموهم بالحجارة الضخمة فمات الإخوة الثلاثة أما الغولة فلقد تمكنت من الهرب وهي جريحة واختفت في الظلم ثم قالت ويحي لقد خد عن الإنس مرة أخرى وسينقطع نسلنا لكن قبل كل شيء سأدفن الكنز وأن تقم ليس فقط من نرهان وجاراتها لكن من كل القرية أمضت الغولة أياما وهي تعالج جراحها ولما تحسنت حالتها أصبحت تهاجم المسافرين والتجار ومن تقبض عليه تفتك ماله وتحبسه في غور وتواصل ذلك حتى ضج سكان القرية واتفقوا على تسليم ابنة التاجر أما جميلة فقد أخذها أبوها بعيدا هي وبقية بناته وفي الصباح جاء الناس وأخرجوا نرهان وجرواها وهي مربوطة اليدين ولما وصلوا إلى القصر في طرف الغابة تركوها ورجعوا ولم يرحم أحد منهم توسلاتها وبقيت الفتاة وبقيت الفتاة تعاني من البرد والجوع ماذا كنتي تنتظرين مني أن أفعل لقد دخل دارنا في غياب صاحبها ونوى الشر هل كنت تقبلين بذلك لو كنت مكاني لم تجد الغول شيئا لترد به وصلت نرهان كلامها اسمعي أنا الآن في قبضتك خذي بثأرك مني وأطلق المحبوسين لديك فليس لهم أي ذنب فيما فعلته تعجبت الغول من مرأة الفتاة وشجاعتها فأدخلتها لقصرها وأيقنت نرهان أنها هالكة لا محيلة ونطقت بالشهادة وبعد ساعة أتت الغولة ونزعت الرباط من يديها ثم وضعت أمامها طبق حساء باللحم نظرت البنت إليها مندهشة فأومأت لها بأن تأكل وكانت الفتاة جائعة فأكلت قليلا وهي ترتعد ولما لمست الغولة جبينها قالت لها ولابد من علاجك أتتها بمنشفة مبللة بالماء البارد ووضعتها على جبينها فقالت الفتاة لماذا تفعلين ذلك؟ دعيني أموت أليس هذا ما ترغبين فيه؟ أجابت الغولة اعلمي إني أحب المرؤة ولقد شفع لك ذلك عندي أنا الآن صرت وحيدة في هذا القصر بعدما مات أهلي ألسنا في النهاية مثل بعض؟ لم ترد نرهان فقد كانت مريضة جدا ونامت في حين بقيت الغولة كامل الليل بجانبها وهي تداويها بالأعشاب ومضى على البنت ثلاثة أيام وهي في أسوأ حيل وفي اليوم الرابع فتحت نرهان عينيها وقد خفت عنها الحما فتعجبت من حنان الغولة وكانت تعتقد أنها ستقتلها وطلبت منها أن تبقى عندها فهي لا تأمن عليها من أهل قريتها ولو كانوا أهل خير لما سلموها ولدافعوا عن شرفهم وبناتهم مضى الوقت والفتاة في القصر تعيش أحسن عيشة حتى زاد جمالها وتورد خدها من أكل الطرائد الوحشية والكم الذي ينمو في الغابة أما الناس المحبسون في الغار فلقد أطلقت صراحهم وشكروها على معروفها ولم يفهم أحد لماذا لم تقتلها الغولة وحين سمعت جميلة بالحكاية اشتد غيظها فلقد خططت لقتل الأغوال لكي تأخذ كنز الجواهر لكن الآن سيكون الزمردي واليقوت من نصيب جارتها التي تكرهها وكلما عملته من شر صار لمصلحتها وبدأ الناس في الثناء على نرهان التي أطلقت سكان القرية المحبسين وبفضلها توقفت الغول على عداوتها للناس وبمرور الأيام اكتشفوا أنها لم تكن شريرة كما كانوا يتوقعون ولأنها ضخمة الخلق هي وإخوتها فلقد نسج حولهم كثيرا من الحكاية زيت صباح قالت نرهان لقد مضى علي شهر وأنا هنا أريد أن أذهب لدير أبي وأتفقدها لا بد من تنظيفها وترتيبها ردت الغولة حسنا سنتنكر ونذهب معا فأنا لا أثق في بني آدم ولهم كل الأسباب ليقتلون معا وفي الطريق قابلت نرهان أحد بنات التجار وعرفتها رغم تنكرها وعرفت المرأة التي معها هي الغولة وعلى الرغم من ذلك فهي لم تخف منها وسمعت بقية البنات بأن نرهان قد رجعت فجئنا إلى الدار وقد اشتد فرحهن بعد كل ما حصل من أحداث وكنا يرمقنا الغولة بطرف أعين هن وباستثناء ضخامتها وكبرى رجليها فلم تكن تختلف كثيرا عن بقية النساء استياء الجيرون كثيرا في المرة الأولى من وجود الغولة قرب بيوتهم وأطفالهم لكن ما لبثوا أن اعتادوا عليها ولم يسمعوا أبدا صوتها وكانوا يرونها دائما تحمل القفافة الثقيلة على رأسها وتنشر الغسيل فوق السطح في حين ترتاح الفتاة وتعتني بلباسها ومظهرها ومع مرور الأيام بدأت الغولة تتغير وصارت ملامحها أكثر رقة وأعجبها لباس نساء القرية فطلبت من الخياطة أن تفصل لها ثوبا من الحرير على مقاسها ثم ذهبت إلى الإسكافي ليصنع لها نعلا يتناسب مع قدميها الكبيرتين وقبل ذلك كانت تلبس جلود الحيوانات وتمشي حافية ولما لبست الغولة ثيابها الجديدة ومشتت شعرها الأشعث ضحكت نرهان وقالت لها لم يبق إلا أن يأتي رجل ويتزوجك زيت مساء قالت الغولة لقد اشتقت للصيد والجري في الغيبة فحياتكم مملة ليس للنساء هنا إلا الأكل والنوم فذهبت لقصرها في الغيبة وأخذت عدة الصيد لكنها لم تصطد شيئا فلقد صورت أقل براعة في الرمي وأثقل حراكة لطول المدة التي أنضتها في أدعة والترف وسط الغيبة ومشت طويلا وهي تطارد الأرانب والغزلين فابتعدت كثيرا وهي مصرة ألا تعود إلا بعد استياد شيء تشويه وتأكله مثل ما كانت تفعله وفجأة سمعت أصوات كثيرة تتحدث في الظلام فاقتربت بحذر وعلى ضوء النور رأت عددا كبيرا من الرجال مجتمعين وفي أيديهم السيوف والنبال ووراءهم الخيل لكنها لم تهتم بهم فربما كانوا من الصيادين وكادت تذهب لو لأن سمعت أحدهم يتحدث عن قافلة الحجاج التي فيها السلطان وزوجته وابنه وفقط قلة من الناس تعرف أنهم خرجوا متنكرين وقالت الغولة في نفسها أبو نرهان أيضا من ضمن هذه القافلة وهو في خطر يجب أن أعود بسرعة لأخبر أهل القرية ومن حولهم وإلا فستكون مقتلة عظيمة في الحجاج أما الصيد فلا يبدو أني محظوذة كثيرا فيه هذه الليلة جرت الغولة طويلا حتى وصلت القرية لكنها وجدت نرهان نائمة فأيقظتها وقالت له وقت لدينا يجب أن يعلم أهل القرية وغيرهم بما سيحصلوا للقافلة يجب أن نخرج في أقرب وقت غطت الفتاة رأسها ودقت على جيرانها في ذلك الوقت المتأخر وما هي إلا ساعة حتى علم الجميع بالخبر لكن جميلة كالعادة أحسد بالغيرة والحسد من نرهان فكل القرية صارت تتحدث عنها وقالت لأبيها وهو من كبار الأعيان لا تصدقوها فهذا ليس موعد رجوعي القافلة ثم عن أي سلطان تتحدث فلو خرج للحج لسمعنا به والله ما أخالها إلا تكذب ليزيد اهتمامي الناس بها وربما خطبوها لأبنائهم رد أبوها أنت على صوب سنرجع للنوم وبدوني لن يصير شيء وكان عنده حق فبعد الهرج والمرج رجع الناس لبيوتهم ولم يبق إلا القلة وفي الصباح وصل الخبر لكثير من القرى والأحياء لكن لم يتحرك منهم سوى أفراد متفرقون ولم اجتمعوا كلهم في ساحة القرية كان عددهم صغيرا وابتسمت جميلة لما رأتهم من النافذة وقالت في نفسها سنرى من يحكم أنا أم أنت يا ابنة الغولة لكن لم ينقص ذلك شيئا من حماس نرهان وقالت لكي يلمساق الطوعي الطرق شعرة من رأس الحجاج يجب أن يقتلون كلنا وهتف لها الناس ودعوا لها بالخير أما الغولة فأخذت عمود خيمة وضعته على كتفها وصار القوم لساعات طويلة بين الأشجار والروابي ولما وصلوا سمعوا الصياح ورأوا القافلة وقد بدأت تتفرق حينها هجمت الغولة ومن معها على قطاع الطرق وأخذوهم على حين غره لما رأى الحجاج بسالة تلك الجماعة الصغيرة قويت قلوبهم وخلع الأمير مجد الدين الرداء الذي كان ملتفا به وصوح في رجاله أن يحمي إثنين منهم أباه السلطان وأمه والباقي يأتي معه وتبعهم الحجاج الذين استلوا خناجرهم وأمسكوا بعصيهم وفي وسط المعركة رأى الأمير امرأة ضخمة تضرب في الخيل يبينا وشمالا وبقربها فتاة لم يرى في حياته أجمل منها تحارب بسيفها فدهش منهما ولم يعرف من يكونهن ولم يمضي وقت طويل حتى لازى اللصوص بالفرار وهم يتعوذون بالله من الغولة والفتاة الشابة التي معها ثم اقترب منهما الأمير مجد الدين وشكرهما وقال في نفسه سبحان الله تلك الغولة صارت مثل الإنس والأخرى إنسية أصبحت مثل الأغويل وبحثت نرهان عن أبيها وسط الحجاج فرأته جالسا وهو يبتهل إلى الله ليرفع عنهم هذه المصيبة وحين رأته رمت سيفها وعانقته والشيخ مندهش من وجودها هناك وهو الذي كان يبتهل قبل قليل للرجوع إليها سالما معافا ولما لاحظت دهشته الشديدة قصت عليه كل ما حدث لها مع أهل القرية والغولة التي حنت عليها كابنها ورغم أن أبوها رجل تقي ويعتبر أن الأغويل من جنس الشياطين إلا أنه طلب رؤيتها ليشكرها على رعاية ابنته في غيابه وحرصها على إنقاذ القافلة ولم يلمحها لم يصدق عينيه فلم تكن مثل ما تصورها في خياله وهي أكثر لطفا من بعض نساء القرية بعد ذلك تفرق الحجاج وذهبت كل جماعة منهم في ناحية أما حجاج قرية نرهان وما حولها فقد رجعوا إلى بيوتهم وهم يكبرون وتجمع الأهالي حولهم وشكروا ابنت التاجر على معروفها وعظم أمرها وسمع الناس بشجاعتها وكيف خرجت في ليلة مظلمة باردة لإنقاذ أبيها أما جميلة فكانت في تلك الأثناء تدور في دارها وتتمتم كالمجنونة تبا لها كل مرة تنجو تلك الفتاء اللئيمة وتصير أقوى مما كانت والله لم يعد لي بقاء هنا وكلمت أباها وكالعادة وافقها وقال نعم يا ابنتي سنرحل من هنا قبل أن تصبح ابنت التاجر سيدة علينا لكن الفتاة كانت طموعة وبين من همك أبوها وأمها بجمع حاجة يتهم في عربة يجرها بغل ذهبت هي لقصر الغولة وقالت في نفسها أعرف مخبأ المجوهرات وسأخذها معي لكنها حين فتحت الصندوق خرج لها فجأة عشرات الفئرون وأكلوا أذنيها فهربت وقد صار منظرها قبيحا وحين رآها أبوها غضب منها وقال ألم يكفيك ما صنعته بنا بعن كل ما نملك بأبخس الأثنان والناس تكرهني لأني تركت قافلة الحجيج والآن روح مجدك هيا بنا نرحل لكن قبل أن تتحرك العربة رأوا موكب السلطان داخلا للقرية تتقدمه الفرسان والأعلام فوقف الرجل ينظر باستغراب فماذا يوجد في هذه القرية الصغيرة ليهتم السلطان ولما توقف الموكب أمام دار جاره الحاج صالح فهم أنه جاء لنرهان فزاد حقده على ابنته وندم على عدم خروجه لنجدة القافلة أما جميلة فقد اصفر وجهها فهذا آخر شيئا كانت تتوقعه الأمير مجد الدين يخطب غريمتها بينما هي تهرب بلا أذنين وما لا تعلمه أن الأمير منذ رجعه للقصر لم تغب صورة تلك الفتاة الطويلة الوردية الخدين عن ذهنه والتي تضرب بالسيف كالرجل وبقى يسأل حتى عرف مكانها وقصتها فكلم أباه عنها فرد عليه لقد سمعت عن شجاعتها من الحرس الذين قاتلوا معك وأنا لا مانع عندي أن تتزوجها فرح الحاج صالح بضيوفه وجاءتهم الغولى ونرهان بالحلوى وشراب اللوز البارد وأخذ السلطان يسترق لهما النظر وعرف سر قوة وجمال الفتاة فلقد ربتها الغولى وعلمتها الصيد والرمي بالنبال ثم طلب يد نرهان لابنه ومال على صالح وسأله وهو يضحك أيهم أحلى نساء القرية أم غولتك أجابه كلهن مثل بعض ولكن الغولى لما تشبع تذهب لترتاح تحت شجرة أما الإنسية فتتلصص على جاراتها ولا أخفي عليك أنها منذ أن جاءت إلى هنا انتظمت أمور البيت وراجت تجارتي وكل الناس صارت تأتين في الدكان لتشتري وتسمع حكاية العجيبة معها وبعد شهرين تزوجت نرهان من الأمير مجد الدين وانتقلت للعيش في القصر أما الغولى فأمسكت في أحد الليالي بالشيخ صالح وقالت له إما تتزوجني أو أرحل في سبيلي فماذا يقول الناس عني؟ ضحك الرجل حتى استلقى على ظهره وقال لقد تعلمت كثيرا من نساء القرية وقريبا تصيرين مثهم ولا يبقى لك من جنسك سوى ضخامة الجسم ردت عليه اسمع أريد أيضا مهرا كبيرا ولا تحاول خداعي يا صالح ضحكت الغولة وضحك الحاج صالح وعاش في سعادة مدة من الزمن وإلى هنا انتهت الحكاية القصة الثانية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعلم أخي الحبيب أن عملاك الفيديو بيساعدنا كثيرا على تطوير القنية وجزاكم الله كل خير يحكى أن تاجرا غنيا اسمه مسعد كان قد تزوج عدة مرات وفي كل مرة كانت زوجته تموت بعد أشهر قليل من الزواج حتى اشتهر أمره بين الناس فأصبحت كل عائلة ترفض تزويجه لكي لا يلحق بناتهم مصير من سبقهن من صبوايا المدينة وكلهن فائقات المجد وذوات حسب ونسب ولم يشفع لذلك الرجل غناه والقصر الذي يعيش فيه وشيع أن لعنة تصيب كل فتاة يتزوجها وتنتهي بموتها ولما أعيت ذلك الرجل الحيلة ذهب إلى قرية بعيدة لا يعرفه فيها أحد وأخذ يدور ويسأل حتى دلوه على فتاة اسمها نرمين معروفة بجمالها ولما ذهب لأهل الفتاة وجد أنهم فقراء وبالكاد يجدون ما يأكلونه فطلبا يدها ووعد أباها بعشرين عنزة مهرا لها ففرح أبوها الشيخ عبد الغفار وقال له إني لا أطيق فراقها فاتق الله فيها أجاب التاجر لن ترى مني نرمين إلا خيرا إن شاء الله وبعد شهر أقيمت الأفراح ثلاثة أيام وثلاثة ليالية وبعد أقل من شهرين مرضت الفتاة وهزل بدنها ولم تلبث أن توفيت ولما سمع أهل تلك القرية بما حدث بكوا عليها وناحوا فلقد كانت من ألطفي بناتهم ولا تزال في ريعاني الصبة وكان لنرمين أخت اسمها عفاف ولما سأل عنها قيل له أنها أقل جمالا من أختها لكنها مطيعة ولا تفعل إلا ما يأمر به والدها وقال في نفسه هذا بالضبط ما أريده فتقدم إلى الشيخ عبد الغفار لخطبة عفاف ولكن أباها وإخوتها السبعة رفضوا ذلك فهي البنت الوحيدة المتبقية ويخشون أن يقع لها مكروه مثل أختها فنرمين كانت صحيحة البدا ولا يعرفون ماذا أصابها لتموت فجأة وتغرقهم في الحزن ولكن البنت أكدت رغبتها في الزواج من ذلك الغني فربما تكون أحسن حظا من أختها ولن تجد فرصة أخرى فهي قليلة الجمال وتعرف أنه لفقر أبيها فأقصى ما تحلم به أهو راعي أو أجير لا ترى معه إلا الجواة لم يجد الأب بدا من الموافقة خصوصا لما عرض عليه مسعد ضعف المهر الذي أخذته أختها نرمين وبعد الزواج أخذ الرجل امرأته إلى القصر فتعجبت عفاف من فخامته فلقد كان كبيرا يحتوي على عشرين غرفة والبلاط من الرخام الأبيض أما الحيطان فهي مليئة بالنقوش البديعة والرسوم وبعد أن دار معها في القصر وأراها الحديقة وما فيها من أشجار أهم بالدخول لكن البنت لمحت في أحد الأركان كوخا خشبيا قد غطته النباتات فقال لها أوصيك بعدم الاقتراب من ذلك الكوخ وإلا فإنك ستندمين فألحت عليه أن يخبرها عن قصته لكنه رد عليها بغلظة لم تعهدها منه انسي هذا الأمر هل فهمتي لم تعرف الفتاة سبب غضبه لكنها لما استدارت لتذهب خيل إليها أن هناك من ينظر إليها من النافذة لكنها صمتت وزوجها عنده حق فما يهمها من شأن الكوخ مرة الأيام وعفاف تعيش أرغدا عيش وحظيت من زوجها بالاهتمام والحب وزاد تعلقه بها خصوصا لما لاحظ أنها لا تخالف أوامره واستغرب الجيرون لما مرت ستة أشهر والفتاة بأحسن حال ولم يظهر عليها ذلك المرض الغريب الذي كان يصيب كل زوجة سكنت هذا القصر واعتقد أن اللعنة التي كانت فيه قد انتهت لكن لا أحدا منهم يعلم بقصة الكوخ فالقصر قديم جدا من زمن السلطان بهاء ولم يبدأ الناس يسكنون في هذا المكان إلا منذ زمن قريب وشيئا فشيئا أصبح حيا كبيرا ذات ليلة قال مسعد لإمرأته إنه سيسافر في تجارة ولن يعود قبل شهر وفي اليوم الموعود ارتدى الرجل ثيابه وحمل زاده ورافقته عفاف حتى بوابة القصر لتودعه وقبل أن يخرج ناولها حلقة فيها مفاتيح كثيرة وقال لها هذه مفاتيح القصر وهناك عشرون غرفة وبعضها لم يفتح منذ سنوات طويلة يمكنك أن تتفرج على ما فيها من تحف ونفاس وتتسلين في غيابي وأطلب منك أن لا تخرج وحدك فالناس هنا شديدة الفضول وتتساءل دائما عما يوجد وراء هذه الجدران الشاهقة ثم تركها وخرج وبين يديها مفاتيح الغرف كلها بعد مضي ساعات أحست بالملل وأخذت تطوف في أرجاء القصر تتفرج على غرفة واحدة بعد الأخرى واندهشت لما تحتويه كل غرفة من أثاث وفراش ورياش يفوق التصور وفي الأروقة كانت هناك لوحات فيها أجداد مسعد معلقة على الحيطان وعرفت أنه من عائلة عريقة لكن شيئا لفت انتباهها فلا أحدا منهم يظهر مع زوجته وتساءلت إن كانت من الصدفة أن كل الخدم في هذا القصر هن عجائز ولا يوجد أي فتاة شابة سواها ولم تهتم عفافة بذلك فلم يكن في الأمر أي غرابة ومن حق كل واحد أن يفعل ما يحل له لما أتمت جولتها على كل الغرف رأت أنه لا يزال هناك مفتاحا لم تستعمله وعرفت أنه مفتاح الكوخ الذي رأته في الحديقة وفي الليل لم تقدر عفاف على النوم فجلست في الشرفة تستمتع بالنسيم البارد الذي يهب على وجهها وفجأة رأت الكوخ مضوءا رغم أنه مقفل والمفتاح معها فتعجبت واشتد بها الفضول لتنزل وترى من هناك فوضعت قطتها الرمادية في حضنها وكانت تنام دائما في فراش مسعد ثم تسللت في الظلام ولما اقتربت من الكوخ أخذت القطة تموء بصوت مزعج ثم قفزت على الأرض وقوست ظهرها كأن هناك شيئا أخافها أما عفاف فتشجعت وألصقت وجهها في النافذة فلمحت مدفأة وأمامها تجلس امرأة لكنها لم ترى سوى ظهرها وضف يرى شعرها الطويل الأسود وكان شكلها غريبا إلى الحد الذي جعلها تشعر بالوحشة فرجعت إلى القصر وجرت القطة خلفها ما إن دخلت عفاف غرفتها حتى تنفست الصعضاء وكذلك القطة التي تمددت في الفراش وقد عاد لها هدوئها وبعد قليل أطلت الفتاة على الكوخ فلم تجد سوى الظلام يلف الحديقة وقالت هناك امرأة حبيسة في الكوخ ويجب أن أعرف من هي ولماذا حرم علي مسعد الاقتراب منها وفي الصباح لما سألت الخدم أخبروها أنه ليس هناك أحد والكوخ مقفل منذ زمن طويل لكنها طبعا لم تصدقهم فلا شك أن عندهم مفتاحا آخر ويقدمون لتلك المرأة الطعام والشراب تأخر مسعد في الرجوع من سفره وصارت عفاف مشغولة بالكوخ والسر الذي يخفونه عنها وتذكرت أختها نرمينة التي ماتت ولم يمضي على زواجها سوى شهرين وقالت في نفسها ترى هل علمت شيئا ولذلك دسوا لها السم وقتلوها إنها متأكدة الآن أن شيئا ما قد حصل لها فهي بذوية تعودت على قسوة الحياة وتعرف كيف تحمي نفسها وبعد تفكير طويل قررت أن تخرج وتطلطفى مع الجيران لعلهم يخبرونها بشيء وذات صباح استيقظت وقد استبد بها القلق وطار النوم من عينيها فغطت رأسها بشيل وغافلت الخدم وخرجت دون أن يراها أحد وفي الطريق وجلت شيخا يركب حمورا فسلمت عليه وسألته إن كان من سكان هذا الحي فتفرس فيها بعينيه الضيقتين ثم قال نعم ولقد ولدت حينما لم يكن هناك سوى بضعة بيوت متفرقة فرحت الفتاة وقالت أنا أبحث عن شغل هل تعرف صاحب ذلك القصر الكبير ظهر الفزع على وجه ذلك الشيخ وأجابها أنصحك أن لا تفعلي فلا يوجد فتاة شابة دخلت هناك إلا وخرجت ميتة ويقال والله أعلم أن صاحبة القصر تأتي ليلة الدلال والمرح لتقتلها وهي نائمة لم تصدق عفاف هذه الحكاية فعن أي شيء يتحدث الرجل وهي لها ستة أشهر هنا ولم يجي أها أحد لا في ليلة دلال أو مرح أو في غيرها والقصر هادئ جدا ولول ذلك الكوخ لأحست بالملل من حياتها هنا ولما عادت إلى غرفتها قررت انتظار زوجها لكي يخبرها عن سر الكوخ وإلا رجعت لدار أبيها فهي لا تقبل أبدا أن شخصا يتعرض لمعاملة سيئة في دارها لكن فجأة حانت منها التفاتة إلى الحديقة فرأت خيال أختها نرمين يمر أمامها بسرعة فنزلت من غرفتها وجرت وراءها وحين وصلت أمام الكوخ اختفى الخيل فقالت الفتاة في نفسها هذا غريب لماذا أجد نفسي كل مرة هنا هل كانت أخت المسكينة تريد أن ترين شيئا فطرقت الباب بقوة لكن لم يجبها أحد فأدخلت المفتاح في القفل وأدارته فانفتح الباب ولدهشتها الشديدة لم تجد شيئا قدامها للمرأة ذات الشعر الطويل وللمدفأة المشتعلة فجالت بنظرها في كل الأركان ومن الواضح أن هذا المكان لم يدخله أحد من أقدم الأزمين فقد كانت خيوط العنكبوت تتدل من السقف والغبار يغطي الأرض والحيطون لم تعرف الفتاة ما تفعله فلقد عصت أوامر زوجها رغم تحذيره لها ثم أغلقت الباب مرة أخرى ورجعت إلى غرفتها وهي تلتفت وراءها ولما حل الليل بدأت الهواجس تتراكم في رأسها فماذا سيحصل الآن؟ هل ستخرج لها تلك المرأة لتروع لياليها وفي النهاية نادت أحد الخادمات واسمها صفية وطلبت منها أن تبيت معها لأنها تشعر بالوحشة ولما أخبرتها ما فعلته شحب وجه الخادمة وقالت لا بد أن أذهب فلي عمل يجب أن أقوم به حضنت عفاف قطتها وانكمشت في فراشها بعد أن أحكمت غلق النافذة والبيب ومضت الساعات بطيئة وبدأت جفونها تثقل وفجأة شمت رائحة دخان في غرفتها ورأت امرأة واقفة أمامها وقد احترق نصف وجهها لم تقدر الفتاة على الحركة أو الصراخ لكن تلك المرأة ظلت واقفة مكانها وهي ترمقها بنظرة مخيفة وتلوح بيديها التي نمت أظافرهما حتى صارت كمخالب السبع وبعد قليل اختفت المرأة في الحائط أما عفاف فقد أغمي عليها من شدة الخوف ولما جاءت الخادمة صفية في الصباح وجدتها مصفرة الوجه وقالت لها جاءتك تلك المرأة أليس كذلك؟ هزت عفاف رأسها ردت الخادمة والله لقد أوصوك سيدي لكن لم تسمع الكلام وحاولنا إبعادك عن الكوخ لكن لم تأبه بنا سأصلي لكي يلطف الله بنا جميعا والأمر الجيد أن المرأة لم تلمس جسدك هذا يعني أنك ستعيشين ذلك لا يمنع أنها ستعود اسمعي لقد تزوج سيدي ستة فتيات وكلهن فارقن الحياة لأنهن مثك لم يسمعن الكلام لم تعد عفاف تريد معرفة قصة المرأة التي احتالت عليها لكي تخرجها من الكوخ كل ما يهمها هي كيف ستنج منها والشيخ الذي قابلته في الطريق كان معه حق رجعت عفاف لدار أبيها وكان شيخا صالحا يخاف الله فأخذ يقرأ عليها القرآن وكتب لها تميمة علقتها في عنقها وفي الليل شاهدت عفاف المرأة تقف خارج الدار وتنظر إليها وتكرر ذلك كل يوم وحين عاد مسعد إلى قصره ناد إمرأته وهو في أشد الشوق لها بعد هذا الغياب الطويل وأخبرته صفية بما حصل وبأنها هربت لدار أبيها لعن الرجل حظه السيء وقال في نفسه لو حصل لعفاف شيء فلن أسامح نفسي فلقد تعودت بوجودها معي ثم ذهب إلى دار أبيها وهو خائف عليها وحين وصل ارتمت عفاف في حضنه وهي تبكي وفرح مسعد لما رأى أنها بخير ولم يفهم كيف نجت من الموت وقال لها لقد حان الوقت لكي أخبرك بحكايتي شبحي الكوخ وأنا آسف على ما حصل لك بسببي قال مسعد منذ مئات السنين جاء جدي خليل الحلبي إلى هذا المكان ليروح عن نفسه وكانت غابة مترامية الأطراف فراق له الهواء العليل والخضرة اليانعة فبنى دارا يأتيها للاستجمام وتدريجيا ترك حياة المدينة وسكن هناك مع امرأته هالة وبعض الخدم ومر الزمن وبينما هو عائد من أحد أسفاره وقع على تاجر رقيق وأعجبته جارية مليحة فاشتراها وكانت جميلة وصغيرة السن فذهبت بعقله وفي أحد الأيام قرر الزواج منها فلم تحتمل هالة الإهانة ورفضت أن تعيش مع ضرتها تحت سقف واحد فبنى لها جدي ذلك الكوخ الذي رأيته في الحديقة وبقيت بمفردها صابرة على حياتها ودمعتها على خدها وبالرغم من محاولة أبنائها إقناعها الرجوع إلى القصر إلا أنها رفضت أما الجارية فأخذت تكيد لتلك المرأة لتبعدها عن زوجها ودست لها كتبا للسحر وتلاصم وادعت أمام خليل أن زوجته تحاول أن تسحرها وصارت تأتيها الكوابيس ولا تستطيع النوم فقرر الرجل أن يذهب ويتأكد من أقوال الجارية في ذلك اليوم كانت هالة مشط شعرها وتدهنه بزيت الزيتون فرغم كل شيء فلقد حافظت على زينتها ولا تريد أن تكون غريمتها أحسن منها لما دخل زوجها الكوخ أفرغ خزانتها ووجد أدوات السحر فأضرم فيها النور وأخرج زوجته لكن هالة دخلت تجري لإخراج ملابسها وزينتها فأمسكت النور في شعرها المدهون بالزيت وفي جسمها فاحترقت وماتت تأميتة شنيعة فبكى عليها زوجها وأبنائها ودفنوها في رابية قريبة لكن تلك الجارية لم تهنأ كثيرا بحياتها وعادت هالة في هيئة شبح وضربتها بأظافرها فصور وجهها بشعا كأنه محروق بالنور وقبل أن تموت اعترفت لجدي بما فعلته فأحس بالندم الشديد وأصبح يجلس أوقات طويلة في الكوخ كأنه يكلم هالة ولما مات جدي دفنه أولاده بجانبها ومنذ ذلك اليوم تعودت هالة أن تخرج وتقتل أي فتاة شابة يريد أولادها الزواج منها فحاولوا حرق الكوخ إلا أنهم كانوا يعيدون كل مرة بناءه فأمهم لا تتركهم يهنؤون بالنوم في الليل وفي الأخير أتوا برجل صالح أقفله بمفتاح من نحس ووضعه في حلقة المفاتيح مثل أيام زوجها خليل لكي لا تحس هالة بأن شيئا تغير لكنه أوصى بعدم فتح الباب وإلا فأنها ستخرج مرة أخرى لتقتل وكانت عفيف تسمع باهتمام ثم فجأة انهارت دموعها وقالت يجب أن نفعل شيئا لتجد جدتك الروح في قبرها سألها مسعد وكيف؟ أجابته لا أعرف مثلا نرمم كوخها ونؤثثه ثم نرجعها إليه مع زوجها فكر مسعد وقال لا بأس من المحاولة وغدا صباحا أتى بالعمال فرمموه وأزال عنه الغبور ثم وضع فيه أثاثا ولباسا وكتبا وبعد ذلك ذهب إلى الرابية التي فيها مقبرة أهله فبحث بين القبور القديمة حتى وجد قبرا باليا قد تكسرت حجارته ولما قرأ الشاهد المنصوب فوقه أحس بالحزن فكان مكتوبا عليه بالخط الكوفي هذا قبر خليل الحلبي وهالة جمعهما الله في الحياة والموت غفر لهما ما تأخر من ذنوبهما وما تقدم فحملهما إلى الكوخ وعطرهما بالكافور والمسك ودفنهما وقرأ عليهما الفاتحة هو وعفاف ثم قطفت الفتاة زهرة ووضعتها على القبر وقالت لمسعد لا شك أن هالة الآن سعيدة وأنا متأكدة أنها لن تظهر لنا بعد الآن وفي الليل لم تقدر الفتاة على النوم فخرجت إلى الشرفة ورأت نورا خفيفا في الكوخ فتسللت من الغرفة وتركت زوجها نائما وحين أطلت من النافذة رأت خليل الحلبي وهالة يجلسان مع بعضهما في أحلزينه والتفتت إليها هالة وتمتمت بشيء ولما عادت عفاف إلى فراشها قالت لزوجها النائم لقد أعلمتني جدتك أن الغدر في طبايعكم وويلك إن فكرت أن تأتيني بضرة للقصر فلن يكون مصير مثل هالة التي تعذبت في حياتها ومماتها فأنا سأقتلك بيدي دون رحمة ثم حضنت قطتها ونامت لكنها لم تعد أبدا كما كانت من قبل وإلى هنا انتهت الحكاية سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله شكرا للمشاهدة